آخر شيء عرضته بين أيديكم قبل فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن فيديو سيد محمد الموسوي في أجواء المرجعية السيستانية وهو يقدم توجيهاته إلى الحجاج رجاء أعيد بث هذا الفيديو كي أواصل البرنامج من حيث انتهيت قبل الفاصل أثناء التشغد كثير من الحجاج يخطأ في التشغد الأخير في الصلاة أي نعم بقى لي يخطأ هسألوا أختبركم الآن الآن لو أختبركم أجد أخطاء كثير أشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حفظه وأشهدوا أن محمداً عبده عبده شوفوا الدئ والباء عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد بعد يقول أشهدوا أن علي ولي الله ما يصيرين البعض يقول وأشهدوا أن لما المعصومين حججوا الله ويظل يعدد الأم أنت في الصلاة والصلاة تعبدية تعبدية تتقيد بهذه القيود في الصلاة لاحظوا زور لاحظوا حجاج هذه أجواء العمائم السبارتية هي هي الأجواء القريبة من السيد السيستاني على المستوى الشيعي وهذا مثال وأمثلة كثيرة وعلى المستوى السني أيضا رجاء أن أعرضوا لنا الفيديو الذي هو جزء من برنامج المرتكز الذي بث في الشهر الخامس هذه سنة سنة 2019 على قناة الاتجاه لقاء مع خالد الملة وتعرفون مدى علاقة خالد الملة بالسيد السيستاني أنا أحتي لك اللي بالقلوب ما يطلعون أنا أحتي لك أنا أحتي لك الواقعي أي أحتي لك الواقعي يعني بأخير أقول لك شغلة مو حيل الناس هاضمة بعض الناس مو حيل هاضمة أنا لا تقيس علي أنا رجل عالم مفكر مثقف يعني عندي أريحية بالأمور بس بعض الناس مو حيل هاضمة أنه بأذان قناة الدولة العراقية يقول أشهدوا أنه علي ولي الله مو حيل مهضومة يعني ما يعجبون ما مهضومة يعني البلد بنت سني ما نعطى هذه الصفة أنه البلد سنو غالب يشيعي هذا بعد التاريخ والامتداد والناس وعت على جيل بعد جيل جيل بعد جيل يعني تتذكر كل زي مثلا أيام العيد كان العيد ينطلق من جامع أبو حنيفة وجامع سيدنا عبد القاضي هذه الأريحية عنده باعتباره وكما يقول هو عالم ومفكر ومثقف هذه الأريحية مدفوع لها أموال هذه الأريحية وإلا إذا لاحظتم لما يكرر ما مهضومة ما مهضومة هذا الكلام هو الذي يصدر من داخله رجاء نعيد الفيديو مرة أخرى أنا أحتي لك اللي بالقلوب ما يطلعون أنا أحتي لك إياه أنا أحتي لك الواقعية أي أحتي لك الواقعية يعني بأخر أقول لك شغلة مو حيل الناس هاضمة بعض الناس مو حيل هاضمة أنا لا تقيس عليها أنا رجل عالم مفكر ومثقف يعني عندي أريحية بالأمور بس بعض الناس مو حيل هاضمة إنه بأذان قناة الدولة العراقية يقول أشهدوا أنه عليون ولي الله مو حيل مهضوم يعني ما يعجبون ما مهضومة يعني البلد بلد سني من أعطى هذه الصفة أنه البلد سني وغالب يشيعي هذا بعد التاريخ والامتدال والناس وعت على جيل بعد جيل جيل بعد جيل يعني تتذكر كل زي مثل أيام العيد كان العيد ينطلق من جامع أبو حنيفة وجامع سيدنا أبي القادر لا أريد أن أعلق كثيرا ولكن هذا هو واقعنا العمائم الشيعية أنتم شاهدتم واستمعتم حتى العمائم السنية التي تبذل لها الأموال هذا هو واقعها هذا هو الواقع الموجود رجاء أن أرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أبرز الشخصيات التي تمثل السيد السستاني الخفاف حامد الخفاف وهو يتحدث عن أن السيد السستاني أصدر أوامره بصرف الأموال الشرعية في خدمة مشايخي وعلماء السنة سمحت سيد من اليوم أيضا أرجع إلى كتاب النصوص لو كان بين يديك أقارك النصوص السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل بصرة اللي شيعة فيها أكثرية إذا الدولة متأمن بحماية إلى علماء إخواننا أهل السنة أصرفوا من الحقوق الشرعية أجازهم خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني هذا حدث في العراق ما يظهر على السطح لا يكشف إلا جزءا يسيرا جدا من الحقيقة بقية الحقيقة نحن نعرفها لكننا لا نستطيع أن نتحدث بها لأننا لا نملك أدلة حسية يمكننا أن نضعها بين أيديكم وإلا بقية الحقيقة واضحة على الأقل بالنسبة لي حينما أنتقدوا مرجعية السيد السستاني أهاجموا كثيرا ولا أعبأ بذلك ويرد علي ودائما هذا الرد السخيف من أن سيد السستاني صمام الأمان أنا لا أريد أن أناقش في الدلالة اللغوية لهذا المصطلح ومن أين جاءنا لا أريد أن أدخل في هذه الزوايا لكنني أقول أولا السيد السستاني ما هو بمعصوم ومرجعية السيد السستاني فيها المؤسسات وفيها الوكلاء والمعتمدون وفيها الأبناء والأصهار والأحفاد وفيها وفيها فهل هؤلاء جميعا معصومون الواقع الموجود على الأرض هل هو واقع جيد واقع صحيح لا يصح أن ننتقده لن أطيل الكلام في هذه الجهة الذي قادني إلى هذا الموضوع هو تركيز مرجعية السيد السستاني تركيز وكلائه تركيز فضائياته تركيز مؤسساته تركيز مؤسساته الإعلامية على تصطيح الفكر الشيعي هذه القضية واضحة ولذلك هذا الإصرار على مدرسة الوائلي هذه مدرسة ناصبية تصطيحية مدرسة الشيخ الوائلي منابر الشيخ الوائلي منبر ناصبي تصطيحي للفكر الشيعي أنا عندي سؤال وهذا السؤال أوجهه للحسينيين العتبة الحسينية أمانة عند السيد السستاني أو لا العتبة الحسينية تتفقون معي على أنها أمانة الحجة بن الحسن عند السيد السستاني أو لا المالك الحقيقي للعتبة الحسينية هو صاحب الزمان الأمر يعود إليه لكن في زمن الغيبة فإن الذين يتولون أمرها يكونون هم الأمناء عليها الآن العتبة الحسينية على سبيل المثال سائر العتبات كذلك العتبة الحسينية لأنها قبلة الجميع أمانة عند السيد السستاني العتبة الحسينية أمانة معنوية قبل أن تكون مادية الظروف الآن جعلت من العتبة الحسينية أمانة مادية إضافة إلى أنها في الأساس أمانة معنوية الأمانة المعنوية أن نحافظ على قدسيتها ما يجري في العتبة الحسينية إنني على طلاء تفصيل بما يجري في العتبة الحسينية لكنني لا أستطيع أن أتكلم لأنني لا أملك أدلة حسية أستطيع أن أعرضها بين أيديكم بسبب الخلافات فيما بينهم كما يقولون متى تظهر السريقة يعني يمتى تطلع البوقة السريقة البوقة من يتعاركون الحرامية من يتعاركوا الحرامية سربوا هذا الفيديو لمرتضى صغر عبد المهد الكربلاء وهو يوقع على مؤخرة أحد الأشخاص لتعيينه موظفاً في العتبة الحسينية هذه من صارت عارك بين الحرامية طلعت البوقة هذا هو رأس الجبل وراء هذا الفيديو ما وراءه وحتى إذا أردنا أن نقف عند هذا الفيديو رجاء أن يعرضوا لنا الوثيقة الدبرية رجاء أن أعيدوا بثه مرة ثانية رجاء أن أعيدوا بثه مرة ثالثة هذا التوقيع على الأدبار على المؤخرات في مكتب المرجعية ما هو هذا مكتب عبد المهد الكربلاء وكيل المرجعية الناطق باسمها المتولي الآن للعتبة الحسينية باسم المرجعية باسم المرجعية هذا كله جرى وهناك الأسوأ منه فماذا فعل السيد السيستاني هذه خيانة للأمانة العتبة الحسينية أمانة صاحب الزمان صاحبها الأصل وصاحب الزمان تولى السيد السيستاني أمرها ونصب من نصب ممن يمثله فيها فهي أمانة في عنقه العتبة الحسينية قيمتها في البعد المعنوي وبعدها المعنوي قدسيتها البعد المادي يأتي بعد البعد المعنوي لا أريد أن أتحدث عن الفساد المالي في هذه العتبة لا شأن لي بهم لكنني أتحدث عن البعد المعنوي كيف يجري هذا في العتبة الحسينية وهي أمانة عند السيستاني قد تقولون إن السيستاني لا يعلم الغير هؤلاء ناس ما هم بصالحين وفعلوا ما فعلوا السيستاني لا يعلم بكل صغيرة وكبيرة أنا أتفق معكم ولكن عندما علم ماذا فعل عندما علم ماذا فعل ما هو عبد المهد الكربلاء لا زال موجودا وإذا قال قائل من أن عبد المهد الكربلاء هو الآخر لا يعلم فمن الذي يعلم من هو المسؤول فإذا كان لا يعلم وقبلنا بذلك فلماذا بقي هذا على نفس حالته الأولى ولماذا لا زال الفساد قائما لماذا هذه خيانة للأمانة إمامنا الرضا حين أرجع الناس إلى زكريا بن آدم بأي شيء وصفه بأنه المأمون على الدين والدنيا أعطني الدنيا التي هي في مسؤولية مرجعية السيد السيستاني أي دنيا وأي دين ما هذه مقدساتنا تهان أنا أوجه كلامي وأنا أعلم شيخ بشير النجفي يتابع قناة القمر ومن المتابعين الجيدين لقناة القمر يتابع قناة القمر في بيته وفي مكتبه تلامذته يعرفون ذلك وأسرته تعرف ذلك أنا لا أقول هذا القول هكذا جزافا وأقلل من شأني من دون أن أكون متأكدا من هذا الموضوع أنا أقول للشيخ بشير النجفي حينما انتقدت أنا حينما انتقدت الشيخ الطوسي وبأدلة علمية وبالمصادر وانتقادي للشيخ الطوسي وتحليلي لما قام به الشيخ الطوسي في الواقع الشيعي لم يأتي جزافا كل شيء بمصدر كل شيء بدليل ومع ذلك أنت أصدرت يا شيخ بشير أصدرت فتوى بتفسيقي وتكذيبي وقلت ما قلت وأنا أجبتك في حينها الجواب الذي شاع على الألسنة جواب أبو بشت لأنني قلت لك يا أبو بشت وين بلشت بيش بلشت أنا أقول لماذا لم يرتفع صوتك نصرة للحسيني وأنتم تشاهدون ذلك وتعلمون بأن هذا الفساد لا زال موجودا والأشخاص همهم لماذا لم يرتفع صوتك أنا انتقدت مرجعا شيعيا أما هؤلاء انتقدت بالكلام لا جرحت ولا شتمت ولا سببت وإنما جعت بكتبه وجعت بالأدلة وأنتم عاجزون عن أن تردوا على أدلتي لو كنتم قادرين لا رددتم لأنها أدلة لا تقاوم حقائق موجودة هؤلاء ماذا يفعلون في العتبة الحسينية أمام الحسين وفي مكتب المرجعية يبطحون الأشخاص ويخرجون أدبارهم كي يوقعوا على الأدبار كي يوظفوا هؤلاء الذين وقعوا على أدبارهم موظفين لخدمة الحسين وزوار الحسين لماذا لم يرتفع صوتك يا شيخ بشير هل بححت ما الذي أصابك وأنتم الخطباء الذين تهاجمون الشباب الصغار لأنهم يحلقون شعرهم بطريقة معينة يلبسون بنطالا وفقا لصيحة لموضة شبابية بغض النظر أكان هذا حسنا سيئا تهاجمون هؤلاء الشباب الضعفاء مما يدفع بعض الحمقى داخل الوسط الشيعي كي يعتدوا على هؤلاء الشباب الضعفاء ولكنكم ما رفعتم أصواتكم أنت شخ جعفر الإبراهيمي أنت سيد محمد الصافي أنت شخ زمان الحسناوي والبقية لماذا ما رفعتم أصواتكم ما أنتم تقولون أنتم حسينيون وخدام الحسين ومن هذا الصلخ اللي إلى أول ما إلى تالي لماذا ما رفعتم أصواتكم وترفعون أصواتكم على البلدية أو الشرطة أو الحكومة أو على خضية جزئية هناك لماذا تواجهون الحكومة وهذا ليس من شغلكم بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى أنتم تقولون من أنكم حسينيون وها هو الحسين يوهان معنويا وتسرق أمواله علنية الحسين يوهان ماديا ومعنويا لماذا لا ترفعون أصواتكم بحة أصواتكم أنتم أيضا ما الذي دهاكم لماذا ألسنتكم طويلة على الناس الضعفاء الحكاية مواكب العباسية في كربلاء أنتم شعاراتكم سياسية لماذا لا ترفعون في شعاراتكم من الشعارات التي تنددون بما يجري في العتبة الحسينية أنتم حسينيون أو ليسوا بحسينيين هذا الخطاب أنا أوجهه للجميع هل السيد السيستاني حافظ على هذه الأمانة أم خانها هناك خيانة واضحة إذا لم يكن عالما فبعد أن علم ماذا فعل أئمتنا أعادون إلى الذين يكونون أمناء على الدين والدنيا وأنا أسأل الجميع هل الذي جرى في العتبة الحسينية وهو رأس الجبل القضية كبيرة المفاسد أكثر من ذلك إذا كانت القضية تصل إلى هذا الحد في مكتب المرجعية نفسها وأمام الحسين أمام الحرم الحسيني وليس بين شخص وشخص تحت أنظار مجموعة من الأشخاص من المسؤولين المهمين في العتبة هو يوقع على الأدبار لتعيينه موظفا في العتبة الحسينية فماذا يجري في الكواليس لماذا بحث أصواتكم لماذا خفيت أصواتكم لماذا لا تتكلمون الساكت عن الحق شيطان أخرس لماذا يرتفع صراخكم لأجل قضية بسيطة أقول لأجل قضية بسيطة بالقياس إلى هذه وإلا فالأمر السيء سيء على كل حال هذا الشاب في النجف الذي صدر ما صدر منه أيام شهادة الإمام الكاظم وهو في مقهن في زاوية من النجف قلبتم الدنيا عليه لكن ما فتح أحد فمه لأجل إهانة سيد الشهداء والأشخاص لا زالوا باقين في نفس المناصب بل زادت سلطتهم وصلاحياتهم أكثر وأكثر لم يحاسب للمسؤول الأول ولا المسؤول الثاني لم يصدر بيان للتنديد بهذه الفضيحة الكبرى ما أعلمه من المفاسد في أجواء مرجعية السيد السستاني الكثير ليس البرنامج لهذا الموضوع لو كان البرنامج لهذا الموضوع كنت أحدثكم وبالوثائق وقد وجهت للسيد السستاني رسالة مفتوحة بالوثائق عبر شاشة القمر من عدة ساعات موجودة على الإنترنت ما ذكرت فيها كل شيء ذكرت بعض الأشياء هناك الكثير والكثير من الأشياء التي تجري في الكواليس أنا أقول للشرازيين وأنتم تقولون من أنكم أبناء الحسين من أنتم مقسميها النجفيين أولاد علي وأنتم أولاد الحسين أنتم أولاد الحسين الحسين أبوكم هكذا يفعلون معه لماذا لا تتكلمون أنا أسأل السيد صادق الشرازي إذا واحد يحشي على التطبير تقلبون الدنيا وتكفرون ما قيمة التطبير للاعتداء على نفس الحسين ما هو التطبير ما قيمته أساسا ما قيمة كل الشعائر الحسينية ما قيمتها حينما يكون الاعتداء على قدسية الحسين نفسه ما قيمة الشعار الحسينية ما قيمتك أنت وما قيمة أنا حينما يستهان بالحسين بشكل رسمي ومن قبل المرجعية الشيعية يقولون سيد السيستان لا يعلم ممكن ولكنه علم بعد ذلك فماذا صنع ماذا فعل الأمور هي هي والسوء يزداد سوءا يوما بعد يوم قضية مثل هذا تجري في العتبة الحسينية المفروض أن المرجعية تقلب الأمور وتفتح تحقيقا في كل شيء في المفاسد التي تجري لكنها متواطئة والله متواطئة أنا لا أتحدث عن شخص السيد السيستاني السيد السيستاني رجل كبير السن كبر السن له شأنه والإنسان يكون متعبا ليس له من مزاج كمزاج الشباب كبر السن وما يدور حول السيد السيستاني قطعا من المشاكل من التفاصيل التي تتعبه أيضا وإن كان هو في منعا عنها أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة عندي من المعلومات الكثير وما يجري في مكاتب المرجعيات أنا على اطلاع بكل التفاصيل لستم مهتما بهذا الموضوع لكنني أقول للشرازيين أنتم إذا تحدث أحد عن التطبير أو عن الزنجيل عن السلاسل أو عن التشابيه أو عن حرق الخيام تقلبون الدنيا بالصراخ يعتدى على الحسين وأنتم ساكتون لماذا لماذا أنا أعرف لماذا إنه سكوت لأجل مناصبكم لأجل المناصب تخافون من ردة الفعل من مرجعية النجف أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية لكنني أسأل السيد صادق الشيرازي أيهما أهم سيد حسين حينما اعتقل أم الاعتداء على حرم الحسين بهذه الوقاحة ماذا فعل الكربلائيون الشيرازيون في كل مكان وإن كانوا قد فشلوا وبنى فشلوا النشاط الشيرازي واضحا في قضية اعتقال سيد حسين الشيرازي ولكنهم حاولوا ما وجدنا ولا شيء لا أقول ولا واحد بالمئة ولا شيء من المحاولة في الحفاظ على قدسية حرم الحسين من هذه المفاسد التي تجري فيه وفي مكتب المرجعية وتحت أنظار المرجعية أنا أسأل هؤلاء الشباب الذين يلطخون أنفسهم بالطين لماذا تلطخون أنفسكم بالطين والقضية واضحة أمامنا الحسين يهان على الأقل تحدثوا في الإنترنت أنا لا أدعو إلى مواجهة عنيفة المواجهات العنيفة والصراخ العالي من دون انضباط لا فائدة فيه الفوضى تقود إلى فوضى الموقف الحكيم هو الذي يؤدي إلى النتائج السليمة بإمكانكم أنتم الشباب أن تحركوا الإنترنت أن تحركوا الفيسبوك بإمكانكم هذا ودائما أقول ابتعدوا عن الأكاذيب وابتعدوا عن التهريج إذا لم تكونوا قادرين على أن تعرضوا الحقائق كما هي فلا تورطوا أنفسكم في مثل هذا العمل الأكاذيب والدعايات والتهريج قد يؤثر وقتيا لكن على طول الوقت حبل الكذب قصير والله حبل الكذب قصير ما هي الدنيا سنوات معدودة أنتم تلاحظون الشباب الصغار الشيوخ الموت لا يعرف عمرا والأمراض الفتاكة لا تعرف شخصا ما كل شيء إلى زواج خدمة حقيقية للحسين هي التي تبقى وهؤلاء سيزولون مثل ما زال البعثيون صدام أين صدام في يوم من الأيام كان أسطورة أسطورة نسينا صدام وجاءتنا العمائم الصدامية الشيعية وستزول تزول كل شيء يزول وتلك الأيام نداولها بين الناس الباقي هو خدمة محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر